في معضلة تانية برضو بعض افكر فيها يعني حاجات من الحاجات اللي احب يقعد يسرح فيها جيلكو مثلا وانتو بتلعبو كان جيل عظيم الجيل اللي قبليكو كان جيل عظيم وكنا بنقول دايما ايه الجيل بتاعكو دوت يعني وانتو بتلعبو بس الجيل اللي قبليكو كان احسن لحد ما انتو عملو انجازاتو بطلات بايدو انتو كمان جيل عظيم يجي الجيل اللي بعديكو نقول ايه لا بس الجيل بتاعكبتو بحافة جيوسة ده اللي هو الجيل العظيم فييجي الجيل اللي بعديكو يبقى عظيم تسانات يجي لأسنية كسروا الدنيا يجي الجيل دوت يقول لك لا لا اللعبة بقى الكلة اختلف ومش اللعبة هي هي ويا 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 ياخدوا بطولات افريقيا ويوصلوا كسا عامل لندها 4 مرات ورا بعد فإيه الحكاية برضو معه يعني طبيعي حتى في جيل يقع منك مفيش جيل بيقع لا انت الحمد لله عند يعني في الاهلي اللي بيحصل ان الدروب ما بياخدش وقت صح اخر دروب حصل للفرقة دي في النادي يعني كان من 2000 ل2003 ايبا بالضبط التلات سنين ده لان كان جيل بتاعنا احنا اللي هو جيل التسعينات عدنا سبع سنين متصلة من 92-93 لغاية 2000 كنا بناخد دوري واتحرمنا من افريقيا نتيجة لو تفتكر الفترة اللي احنا قطيعنا فيها بطولات افريقيا بس كنا بناخد بطولات العربية على طول والنخبة العربية والسوبر العربي والكلام دي كله لما جيل جيل اتكون فريق اللي هو ابتداء من 2003 في فترة بس 2001 خد بطولات افريقيا والسوبر بس بعد كده من 2003-2004 بدأ يتعامل جيل اللي هو خد 2005 خد 2006 خد 2008 وبعدين راح دخلين بقى على امتد 2012 2013 وكذا الدروبات مش كتيرة نتيجة ان انت الادارة عندك عايز اقول ايه الفيجن بتاعها موجود العلاج بتاعها سريع فما بتاخدش معاك دروبات كتيرة ما بتعودش عشر سنين مثلا ولا ثمان سنين ولا الكلام ده كله ليه صح لان انت بتشوف النقط او ايه الحاجات اللي محتاجة تتعالج السلبيات اللي محتاجة تتعالج وبيتعالجها دي نقطة النقطة التانية ان اثناء نجاحه يعني النهاردة انت بتتكلم في اخر خمس سنوات الالي لعب اربع سنين كاسعالم وهو كده هو بيشوف عنده سلبيات اهو احنا بنتكلم على ايه ما فيش مهاجم انت واخد برونزية كنت مفوت تاخد فدية ولا ذهب اناوجت اعب افراج مع بعض اناقولك على حاجة انا بقامانا يعني اهه انا فرحان طبعا الالي خد النادي الكسب واخد برونزية بس مش فرحان اوي يعني مانيش فرحة البرونزيتين اللي فاتوا البرونزيتين اللي فاتوا انا كنت فرحان اوي يعني قررنا الانجازaters Το5 فانارجعت تاني قلت لا ده النادي الالي قدر ايخد برونزية مع المسلماني وبعدين برونزية تانية مع المسلماني واثنين واربعة المرة دي بصراحة انا كنت عايز الاهل يلعب مع مانشستر سيتي يعني كان نفسي نكرر يعني او نبقى زي مازنبي زي الرجاء في 2013 زي الهلال زي العين الناس دي لعبت نهائي و احنا مش اقلة من الناس دي فانا كان نفسي المرة دي نسخة من نسخة اللي كانت يعني نسبيا سهلة فانو مننسي معلش مع احترامي افر اكويسة و كل حاجة لكن ارض خضر باع في الخفيف كذر